اتحاد جدة يهزم التعاون بتلاتية في الدوري السعودي حقق اتحاد جدة فوزا هاما على ضيفه التعاون بنتيجة 3-0 يوم الاثنين في الوقت الذي فاز فيه الرائد على مضيفه الباطن 2-1 والفيحاء على الطائي 2-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري السعودي للمحترفين وعلى ملعب الجوهرة المشعة تقدم البرتغالي هيلدر كوستا بهدف للاتحاد في الدقيقة الثامنة والثلاثين ثم اضاف المغربي الدولي عبد الرزاق حمد الله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة الثالثة والسبعين وفي الوقت بدل الضائع من ضربة جزء الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 21 نقطة من المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب المركز الخامس وعلى ملعب الباطن تقدم كريم البركاوي بهدف للرائد في الدقيقة الواحد والثلاثين ثم تعادل يوسف سامي الشامري للباطن في الدقيقة التاسعة والأربعين لكن الروماني أليكساندر ميت تأريد سجل هدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة السابعة والخمسة ورفع الفوز رصيد الرائد إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر وظل الباطن في المركز الأخير بنقطة واحدة وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية تقدم الفيحاء بهدفين عن طريق باولينيو وأنطوني نوعكايمي في الدقيقتين الرابعة والواحد والعشرين ثم رد دينيير غوميز بهدف للطائي في الدقيقة الخامسة والأربعين الفوز رفع رصيد الفيحاء إلى 8 نقطة في المركز الثالث عشر مقابل 15 نقطة للطائي في المركز التاسع